فيه شغلين دائما بعملها وهاي عن تجربة شخصية لما بدي أذكر حالي أني هلأ بأمان موجودة عم بعطلة نفس الحب وطريقتي هي أني أتواصل مع الطفلة اللي كنت عليها زمان بتخيل حالي أني عم بشوفها قدامي وعم بتخيل كل التفاصيل كيف كنت شكلي، لبسي، ماسكة لعبة المفضلة، حتى المكان اللي أنا لذكرته لهلأ وبحكي معها وبحاول أكون فضولية ناحيتها عم بشوفها هل كنت سعيدة باللحظة اللي عم بتخيلها فيها ولا عم بسترجع ذكريات صعبة كنت عليها هل كانت بأمان، هل كانت منزعجة بشكل أو بآخر وببدأ هون أطمنها وأفهمها أنه أنا وياها موجودين، حاضرين، عم نعطي لنفسنا الحب نتبادل هذا الشيء وأنه كل مرة عم بشوف أنه هي بدها تتواصل معي أو أنا بحاجة أتواصل معها عم بعمل هاد التمرين، عم بعمل هاد الإشيء وهاي هي الطريقة اللي بتواصل فيها مع الطفلة اللي جواتي، الطفلة اللي كنت أنا عليها تقدروا أنتو كمان تعملوا هاد الشيء، تقدروا تجربوها ولمساعدة فيكم تستخدموا صوركم الأديمة حتى يسهل عليكم العملية ويسهل عليكم التمرين أكتر وأنا بحكيها التمرين موسهل، التمرين جداً صعب وعادي ممكن تبكوا، ممكن تصير تتذكروا شغلات أنتو ما بتكون تتذكروها، ممكن تتحسسوا من الشيء اللي هتشوفوه أو ممكن تتخيلوه أنه انتو عم تشوفوا حالكم أنتو صغار، هاد الشيء جداً صعب، مش هيكون سهل بس مرة عمرة مرة عمرة هتلاونوا هاد الشيء ضروري ولازم تعملوه هيكون أسهل عليكم لما بدكم تتواصلوا مع الطفلة اللي جواتكم أهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست حب النفس الغير مشروط أنا فاتنة دواري واليوم أنا رح أحكي عن الطفل الداخلي هو موضوع شوي كبير فيه تفاصيل كبيرة بلس أنه بتكون تحسبوا المراحل اللي مراتوا فيها بالسنين بالتجارب موضوع موسهل ورح أحاول أبصد بقدر الإمكان علاقة الإنسان بنفسه أعمق، علاقة مش ممكن تتخيلوها لكن أول علاقة أنت أو أنت بتكون فيها وبتختبرها هي علاقتك مع أهلك عبير ما تنمو تقدر تطور علاقات مع ناس تنين غيرهم في أساس العلاقات اللي أنت فيها بغض النظر شو نوعها هي علاقتك مع الأهل لأنه إحنا بنكتشف عالمنا الداخلي والخارجي من خلالهم طيب، شو هو الطفل الداخلي؟ مؤخراً عم بنسمع هذا المصطلح كتير كيف تشاف الطفل الداخلي إذا بدك تعرف نفسك تعرف على الطفل اللي جواتك كيف تعرف الطفل الداخلي شو هو بحاجة وغيرها من هاي الأسئلة الكتير لكن شو يعني بحد ذاته الطفل الداخلي؟ هو جزء من أنفسنا لما وجدنا على هاي الأرض بالمراحل اللي مرينا فيها أو المراحل اللي أنت مريت فيها وإنت رضيع طفل وطفل ما قبل المدرسة والمتوسطة والمتأخرة وأنا حكيت عن هدول المراحل لأنهم كتير أساسيين وفيهم كتير ديتيلز مش ممكن تستوعبوها في التجارب الحلوة، السلبية، الصدمات، المخاوف، الإهمال، الشعور بالزنب إلى آخره وبشكل لواعي إحنا بنتعامل مع الآخرين وأنفسنا على أساسهم وكل حدا منا في عنده الطفل الداخلي بيحمل جواته ذكريات، مشاعر، معتقدات وحتى الأحلام الماضي والمستقبل والتجارب المبكرة تلعب دور كبير في تطورك للمراحل اللي بعدها وأصدق بهاي المراحل اللي هي سنة المراحقة أو سنة البلوغ ومرحلة الرشد المرحلة اللي إحنا فيها هلأ فتجارب السيئة والسلبية رح تضل حامل جروحها للمستقبل وإذا التجارب كانت إيجابية فبرضه رح تكون حامل هاي الإيجابية للمستقبل فالطفولة هي المصدر لكل شيء أنت بتتعامل معه أو بتتعامل فيه هل طفلك الداخلي بتواصل معك الإيجابة هي نعم ودائما بس بحاجة نسلم علاقله حتى نفهم شو عم بيحاول يحكي لنا متل ما حكيت قبل عن التجارب السارة والغير السارة اللي هي السلبية والإيجابية كيف هي بتكون المصدر لعلاقتنا مع أنفسنا وغيرنا ممكن تكون شخص منتج أو شخص دائما يشرب الإحباط وبحاجة لبعض الاهتمام ممكن يكون السبب للأشياء اللي عالقة في حياتك هلأ تلاقي الحب تكون علاقة صحية تعرف كيف تحافظ على العلاقة في شغلك في تطورك أنت كفرد هاي الشغلات وهاي التجارب السارة أو الغير السارة تلعب كتير دور كبير في حياتنا العملية الحالية اللي إحنا بنكرر أنماط معين من العلاقات اللي إحنا مش ناشحين في بعض المجالات في حياتنا وليه مهم إن شافي طفلنا الداخلي لأنه كل شي بنعمله في حياتنا يعتمد على الطفل اللي كنا عليه وبالشي اللي مار فيه والطريقة اللي بنتصرف فيها بالعلاقات مفهومنا عن دواتنا وكيف بنشوف أنفسنا بغض النظر كيف بننمو بعيد عن هذا الطفل لسه هو مرتبط فينا بشكل قوي جدا هم النسخة الأساسية من حالنا بالقصص اللي بنحكيها لأنفسنا هلأ فشو ما كانت القصة اللي عشناها إذا قدرنا نشافيها ونعرف كيف نتعامل معها هي حسن من حياتنا ومن صحتنا نفسية فيكم تحكونا الحلقة اليوم أصير شوي هي بس هتكون إنتردكشن للحلقات الجاي عن الطفل الداخلي هحكي عنه بشكل موسع أكبر هحكي عن المراحل اللي حكيت عنها اللي ذكرتها بحلقة اليوم هحكي عن المشاعر اللي بمر فيها الطفل هو صغير وهحكي كيف نشافي هذا الشي هي بس كانت حلقة تعرفية هي مقدمة لحلقات جاي ممكن تكون طويلة قصيرة ما بعرف إش ممكن رفلكشن هي طلع بعي فنهاية حلقة اليوم فيديو ربعلكم على حالكم وتمع صوت لس بوعد شاي باي باي